كن على درب التفاؤل عش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل بالمصاعب لا تبالي اتحديت الليالي وإلى هام المعاني أنت في ركب الأوائل كن على درب التفاؤل عش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل بالمصاعب لا تبالي اتحديت الليالي وإلى هام المعاني أنت في ركب الأوائل كن على درب التفاؤل عش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل بالمصاعب لا تبالي اتحديت الليالي يا أهلا وسهلا يا صباح الخير عليكم أو مساء الخير فقش ملقاكم هاد الفيديو نتمنى إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية وإنتما كتشاهدوا الفيديو دهات اليوم هذا جبت لكم روتين يومي جديد الفيديو غايكون في واحدة روتين متنوع ديال هاد نهار هذا اليوم ديالي في رمضان كيف كدوزوا رمضان بعد دام زيانين بخير غلبته لغلبكم أنا الحمد لله ولله الحمد على كل النعم على الصحة وعلى السلامة وعلى الرزق وعلى أي حاجة نعم علينا الله سبحانه وتعالى بها فأنا كنشكر عليها والله العظيم الحمد لله كندوزوا نهيور كيف ما كنقوله أمضخم المهمة البنات كيف ما شفتوا بديت معكم بأول حاجة فقط من الناس دوست صليت بطحة ومورها دوست قريت ما تيسر من القرآن الكريم إن شاء الله باش نختمه قبل الليلة ديال 27 بإذن الله بالنسبة للأخوات اللي كيتوصلوا معي في الإنستغرام وكيقولوا لي اختصارا كيفين وصلت في الحفظ حيط ديجا قلت لكم قلتني ضروري نختم القرآن الكريم وسبق لي قلت لكم أنا مشي كانت سابق يعني ما ديش نقول لكم بغيت نختمه أربعة خمسة سابق المرات ومقى نزربه كأنني في واحد المو سابقة لا كان بغيت نقرأها بتمعل وتدبر ونفهم والحاجة اللي ما فهمتهاش نبحث عليها ونعقل على شنو كنت كان قل يعني مشي غي كان قرأ وصافي لدرجة أننا من اللي كان سمعه بعض الأسئلة دينية خاصنا نعرفه الجواب ديالها من ديك شي اللي قرينا نتمنى أن الرسالة تكون وصلت نبي إن شاء الله هذا العام هذا نختمه مرة واحدة فقط أهم حاجة هو أنني نعقل على شنو كنت كان قرأ وكيف ما كنتعرفون مسؤولية للوليدات والخدمة ومثاف ديال حاجات اللي كخليونا نقرأ وفي نفس الوقت نحاولو نوازنه بين هادي وهادي وبطبيعة الحال الدين هو الأول المهمة البنات بصراحة كان فيق معطلة يعني انتا كان صلي وصلاة الفجر عاد كان نعسه ومن اللي كان نعس كان فيق شويش معطلة كان فيق حتى الجواهي ديالها تي جواهي ديالها الحداش هونو وستناش على حسب كل مرة وكيف عاش المهمة البنات هنا دوست صليت تتحاكي فيما قلت لكم قرأت القرآن الكريم ومن ورها دوست جماعة البيت عرفته اختكم سارة الحمد لله ما كيجيني لعطش لا جوع لا تي حاجة غير هو كان فيق خسني غير القهوة كان توحش غير القهوة عرفته في الصباح كان يكون مزيانة ينفوك تقرب ديك الاربعة ونوص الخمسة كان بدا كان بدان مرض الحمد لله يا ربيركم عرفي اللي يمبلي بالقهوة الله يستروا سافي سافي كيبدا راسي كيحرقني الناس اللي مبليين بالقهوة غادي يكونوا عرفين هاد القضية دي القهوة شنو كيوقع لينا فيها البيت ديجا نقيم قاد كوشي هو عدك جمعتو غيش جميعا خفافية البنات راكم عرفين مع فقر الدم ما كان بغيش ينضغط على راسي لانها كتجيني الضوخة المهمة البنات من بعد ما جمعت البيت نعز ديالي دوس كان عدل هنا في واحد الوصفة ديجا عدم ولدي فطر في الصباح ولكن ما الفطور دياله باس لالبنات راكم عرفي الماكلة دياله على قدة ما كيبغيش يكون لي اي حاجة وقال سما بيا معلي قلت ارى نعدل له واحد الوصفة قررت نعمل له القفخ بنسبة القفخة البنات كان عمل فيه جوش حتى لطلسة البيتات كذلك كان عمل واحد رشيشة المليحة كان زيد واحد الكاز ديال الحليب ليكون ميكون شي بارد ميكون شي سخون يعني كيكون في حرارة المطبخ وكذلك كان قنخلط او انا كان عمل هاد المقادر وكان خلط غيب هاد اطرب اليداوي ما كان استعمل شي الخلط الكهربائي هنا لبنات كيف ما كتشوفو عندي واحد مغروفة كبيرة ديال الزبدة دوبتها اي نوع ديال الزبدة كان عندكم متوافير كدوبوح بالنسبة السكر كيبقى اختياري انا صراحة كانت فادة السكر وحتى القفخ اللي عملته فيه السكر بزاف كيجي قاسح ما كيجيش مزيون هو كيخصو باش يطلع مزيون خصو السكر يكون قليل معلقة كبيرة او لجوج الملاعق كبير فقط بتعملوش كتر انا عم تغيي جوج معلقات ولكن مشي تاعمرين يعني خاوين انا غان نضيف واحد الكيس ديال سكر فانيلا ديال 7 جرام 7 ولا 8 جرام مشي مشكل مهمتو معيني كم ميزانكم مع المقادر دائما بالنسبة للدقيق انا كان عمل على حسب عيني ميزاني كيف ما كان قولو ديك شي تقليدي دائما سبحالله العظيم ما كنتش كان توفق في المقادر اللي كان تمشي بالقرامات سبحان الله منهار تعلمت طبخوا منهار تعلمت نعدل اي حاجة اي وصفة كان عمل بعيني ميزاني والحمد لله كانت ضدق لي باول استعمال نهار اللي كانت ببعدك شي دلمقادر عمروا ما كيصدقوا لي نكشي على جائما غاديب بعيني ميزاني غربلت الدقيق ديالي وكذلك ضفت عليه حتى واحد الخاميرات الحلويات ديال 8 جرام تاي خلطتها مع هده الوصفة هادي ديجا كنت كنسخن الماكينة ديال القفخ وبطبيعة الحال ضروري ومؤكد كنعمل واحدة رشيشة ديال الزويتة رومية وكندوزها بشيتة يعني كندهن هديك الماكينة كاملة بالزويتة باش ما كيتلصق لي شي القفخ عدل ماكينة انا راه ما كنتيقشي فيهم وخامك يكونون شي كيل صقو ضروري كندهنهم باش ما يتلصق لي شي القفخ ولا اي حاجة من بعد ما عمرتها كاملة كيف ما شفتو بديك العجينة بطبيعة الحال الخلطة مغساش تكون خفيفة بزف ومغساش يتكون تقيلة تجيها وتني قصحة الخلطة كتجي ما بينو بين ومن اللي كنعمل ديك الوصفة ولا العجينة في الآلة ديال القفخ كنخليها المدة ديال الخمسة حتى السبعة ديال الدقائق كنفتح عليها كتكون ضابط صافي كتكون وجدات اه تحمرات على حاسب صافي يعني كون ميزانكم انتو ما ما تخليوها شي حتى تتحمر بزف زف تولي مكرمة وما تخرجوها شي عاو تني بايتها تكون بقى خضرة هذا ما كان بنسبة للمقادر اللي اعطيت لكم خرجو لي اه تلاتة ديال الدورات اه كل مرة كان عمل اربعة يعني اربعة فاربعة فاربعة هي اتناش صافي البنات هنا ايا كانوا وجدو لي كيف ما كتشوفو هادو اه وجدتهم خليتهم على جانب ان شاء الله واحتنا كله منهم في الفطر في ساعة الفطر وهادت لي وتات هادو اه عملت لي هم ستكار غلاسي وزي انتوهم بديك الشوكولة مو يبديك شي خفافي زرابي الولدي ادم كيعجبوه في حالة الوصفات مع الكولاكاو الوصفات ديال البانكيك او الكريب او للقوف اه مو يم اي حاجة من هادشي اللي كتتعدل في الدار كتعجبوه صراحة الحمدولي الله يا ربي غير هو هادشي انا صراحة ما كيقلن عني شي والدرجة ما هو كيعجبوه بززاف كل مرة كنعدلولو والله العادي من اطلع لي هادشي فراسي انا انا كنعدلو وطلع لي فراس المهمة البنات كيف ما كتشوفو القوف ديالنا كيجي شابر راسو يعني ما كيجيش مدبال في نفس الوقت ما كيجيش قاسح وما كيجيش رطب بزاف كيجي ما بينو بين كيجي واقف ولكن من اللي كتاكلوه كيجي مقرمش ديك تقرميشة خفيفة مش ديك في حال الحجر كيف ما كنقولو عوصافي البنات من بعد دوس كنوجد للشربة او لا الصوبة بالنسبة لصوبة البنات ديجا بارتاجيت معاكم ميرارا واتكرارا لصوبة ديال الحوت كيفاش كنعملها وبرتاجيتها معاكم في الانستغرام ولكن اليوم ما ما غديش نعمل صوبة ديال الحوت اليوم ما غدي نعمل صوبة اقتصادية للناس لي معلومش الامكانيات انهم يعملو فيها الدجاج وليعملو فيها الحوت اليوم ما غنعملو الصوبة ديال الخضيرة بالنكها ديال السمك المهمة البنات كيف ما كتشوفو عملت الخضيرة ديالي كاملة جعدة قرعة خضرة قرعة حمرة بطاطا مطيشة مهم اديك الشي على حسب افراد العائلة كتعملو على حسب شحد بيكم في الدار المقادر ومورها كان عمل شويش ديال الكرافز شويش ديال الربع وكندوس كان عمل العطرية العطرية كان حيضغيت صح ميرا وصافي البقية كل شي كان عملو هنا يعملت شويش ديال الحلبة البنات الحلبة وما ادرك امع الحلبة راكم عارفين ديك الشي صحي ديك الشي بلدي والله العظيمي لا هو اللي كي قوي المناعة مورها البنات عملت جوش كنورات ديال الحوت يعني خليت غير نوكها ديال السمك عارفة بلي كنورة ديال الحوت ماشي صحي يكفي انكم تكتافي وغيب الخضرة والعطرية انا عملت واحد جوش كنورات ديال الحوت وعملت الماء الماء اما كتطيبو هيدا في الغلية واما كتعملوه بارد اللي بغيتو صافي شديت الكوكوت كنخليها ضر مدة ديال 4 ساعة بحرارة ديال البوطة اللي ما تكون شي مجاهدة بزاف ما تكون شي قليلة وخضرة ضغية كتطيب الجاعدة هي اللي كتعطل شويش اما ما تبقى القرعة حمرة القرعة خضرة اللفت بطاطة ماطيشة هاد شي كامل كي يطيب بالزربة صافي مورا هادو سكان وجد لفطيور ديالي كيف ما كتشوفو العاصر عملت فيه عملت فيه بانان وتفح عملت فيه ثلاثة ديال التميرات وحليت هاد العاصر فقط غير بشويش ديال العسل ما بغيتش نعمل السكر العاصر كله نهار شنو كان عملوه وكله نهار شنو قسم الله اللي بناتلي كيقول لي صارا شحالة دي موقتي شي كتشاركي معانا مائدة رمضان والله العادي خاطري خاطري ولا كي هرب من هاد شهيوات ديال رمضان وعمرت طاب لا ما عرفتش لعلها توبة من الله سبحانه وتعالى بإذن الله ما مبقاش كي خاطري ما كيعطيني شي أنا نمقى نزو وكون حلق مرة مرة ما فيها بس الوصفات اللي كان عمل كان باقتاجيه معاكم اما الوصفات ديال رمضان وشهيوات وديك شي من شحال هادي دبكتوا عاقلين اخر رمضان باقتاجيت معاكم في ديك شيوات الرمضان اللي قبل ما نولد ولدي كارم صافي من سما رجعت رجعت كان حط ليقسم الله وكان أكون ليقسم الله كله نهار بنهاره ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها الإنسان مجرد ما كيقول باسمي الله كي حط ميرا في فمه ربيك ينزل عليه واحد الرحمة واحد البركة سبحان الله قولوا غي بسم الله قولوا بسم الله وراكم مزيانين هنا كنت عملت شويش ديال البغرير عدلت القهيوة ديالي العاصر ديالي التميرات الشبكية البريوات مع السلين البغرير هادي بنات انا كي حمقني من كتبشي عليكم فرمضان عندي واحدة الأكلة اللي كان حمق عليها صافي البنات كيف ما كنتشوفو هاد أول فطور ديالي الزوج ديالي كان باقي ما تخلش من الخدمة كيمسكين كي وصل للدار مور الآذن يعني تاكي قدن عد كي نخل للدار حتى كيدخول عد كن نسخن هيدا إلا كانوا مملحات هيدا البريوات ديجداد أو البريوات ديالحوت أو البيتزا عد كن نسخن ديك شي لي خسو يتسخن صافي هنا الصوبة وجدت لي مع الأسف البنات أنا الصوبة ضروري كنعمل فيها الشعرية رقيقة هديك رقيقة وقد يلسفة ضروري كنعمل واحد الكمية قليلة واليوم ما مليكنت كنصور لكم جيت نشوف جبارتها تسالات بصراحة جبارتها تسالات قلت غان شارك معكم الصوبة كيف ما هي حاوت نعملها شويش خفيفة راكم عارفين مع الصيام الواحد ما كي بغيش يتقل في المغرب من بعد ما افترنا الله يخلف والله يجعل شي باركة دوسنا الصالة السيمان الليولان يد رمضان فرش راكم عارفين معكم تخملت كل شي تسبن كل شي تتاز كانت نقصاني حاجة واحدة في الصالون ديالي وهوما هاد الدرر هادو ديال الطنطين هادو لي لي كيت فرشوا فوق الكوانات معرفش شنو كتقولولهم هما لي كانوا نقصيني فوق الكوانات شريتهم مؤخرا قبل ما نفرش الصالة ثمن ديالهم خديتهم بتسعين درهم من الوحدة من راس مسالة راكين واحد تما 11 عشتر معرف كي بيعهم تما فيهم الاشكال خديت هادو ديال تسعين درهم ما غالين شي بزاف وما رخاصين شي بزاف وخديت هاد السيني هادية اللي كنت هديك مرة بارتاجيتها معاكم خديت من عند حو ديفا عرام خديت لي عملت فيهم لي باقفان خديت شحال من وحدة هادي عملت هنا فوق الكوانات ثمن ديالهم كان خمسين درهم فنين فيهم طوغي واعلي نصف عملت ذيك الفاز تهوة من فوق هديك الفاز اللي بنات نقص له غير ورد واحد الورد اللي بغيت نعمله ديجا قومون ديتو من شيء بقي ما وصلني شي حطيت هديك المباخرات ما صافي ما كان بغيش الكوانات تكون عمره بزاف ديال لزاغتي بزاف ديال تخربق صافي كتابي تغيب هاد الدكور عاجبني ومرتاحة في الحمد لله جيهة اخرتها هي مسحت هاد ووستع لي هاد دريرة وحطيت فوق منها هاد لانا بهذا كتقولولو لانا بعد عقلت حطيت هاد لانا بهذا واتهد شيها غالي نحط فيها وحدة ديكور إلا بقيتوا عقلين لبنات نهار اللي كنت خديت هادك جوج ديال السينيات هادو هاد ليزي طاجر كنت قلت لكم وحدة غنعمل فيها علي بغفان وحدة غنعملها فوق الكوانة هادك اللي قلت لكم غنعمل فيها علي بغفان جاتني كبيرة علي الكوفوز ديالي يعني ما عمتش فيها علي بغفان وهادي حطيتها هنا يا فوق هاد الكوانة هادي جسم زيونة وعجباني غير هوالي كان عنكم في حال هادو راكم عارفين مره مره دوزو عليهم بالغبرة باش ما كتطروش مسحوهم بشي درها دي تكون فازقة ويمشي ليهم ديك الضوغي ديالهم انا كمسحوهم غيب دريرة ناشفة كيف ما كتشوفوا حطيت الفوق هديك المبخرة وواحد شميع عملت احيد صافي هادو والديكور اللي عملت ديكور باسيط اهم حاجة هما المبخرة انا المبخرة عندي شي حاجة مهمة في الدار وريحت لبخورتا هما مهمين كنفضلهم على المعطرة للجو وعلى هديك الروايح اللي كتضوغ المبخرة والبخور اذا كان البخور مزيون صافي في الكفاية صافي لبنات هادو مكان احتى هادو الطبيلة ديال التلفازة اللي كان عملو فوق من هادو التلفازة تهي اطلقت فيها هادو لاناب هادو بحالو بحال هادو غير هادو ديجا كان عندي من اللي تشوشت صراحة لكاليدي ديال وكانت واعرة بزاف ديال توركيا بقي عقلة كنت خديتهم من دادور وبالنسبة الاخرين ريلا شريتهم كيف ما قلت لكم غير هم الجو مع بعطيتهم بحالي لخوت نفس اللون نفس الديكور وكذلك فوق هادو الطبيلة هادو حطيت هادو المصحف الكريم فضلت انه يكون هنا يا لان التراويح كنصليها في الصالون ذاك شي علاج خليته قريب ليلي كنحتاجهم بعد كل صالات في اليوم كامل بطبيعة الحال المصحف الكريم ليس للديكور وانما للقراءة بطبيعة الحال المصاحف ديالنا في الرقبة ديالنا كامل بينا الى كنا نحطوهم فقط للديكور فلا يدينا شو لا نقدر نقول المهمة البنات انا نحاول نقرأ كل بعد صالات نقرأ ولو غيصفحة ولو غيجو الصفحات اهم حاجة هو اننا نعملو اللي علينا صفحة البنات هادو مكان كيف ما كنتشوفوا حطيت هادوك الباخور وديك تسبح علي اللي تم وهنا حطيت هذيك تشمعه صافي مهمة ديكور بسيط جدا وصافي مش شي شي حاجة وانما المهم هو الانسان يكون صالح مع ذاته ويكون فرحان مع ولداته مع الاسرة دياله والله يعمر قلوبنا بالله سبحانه وتعالى ماتشي لا نقدر نقول لكم اه صافي هادا مكان وبالنسبة لحاجة اخرى الوقت اللي كنت غادي نخمل قبل رمضان كنت حييت هذيك روكون الصلاة اللي كنت ديجا بارتاجيته معاكم في البداية ديال شعبان ولكن ان شاء الله بقي غادي نعاود غير ما بغيتش نعاود نفس الديكور بغيت ان شاء الله نعاود روكون صلاة جديد في الصالون اللي يكون مختلف على هذيك اللي كان فهذا بحاليا كان صليو غير هيدا وان شاء الله يا ربي نعاود نعمله هنا كيفما كتشوفوه كان هدا والشكل النهائي ديال الصالون اللي بنات هنا لاحظته الرواق ديالي ديال الصالون معاودش علقته كامل يعني بالفوقاني بالتحساني دياله عملت غير هادا البيض لان الزوج ديالي هاد الايامات مضغوط في الخدمة ديك شي علاش كيبقى علي اليوم غدا اليوم غدا فهذا جني سهل سقطه غيب وحديتي اما اخورة ديك الكبير اللي كيجي من الفوق كيجيني شويش صعيب فاقلت ماشي مشكل حتى تخفف علي الامور في الخدمة ديك ساعة يتكمل يكون قلس في الدار وغادي علقو لي ديك شي علاش دبا غادي بانيت بيه وصافي وانحسو بديك الاجواء ديال رمضان والدار مرتبه مقاددة وصافي صافي فرشت الصالون ديالي رجعت طلعه مثل قرونا راكم عارفيني كل مرة شنيو كان عمل خصوصا في رمضان كان بغي في هاد المناسبات يكونوا عندها طلعه مثل تقرونا ما عرفتش علاش كان حسب الصالون ديالي بلدي في شي حاجة من ريحة المناسبات المهم الصالون ديالولاد الشعب صافي البنات هنا كيف ما كتشوفو كنت كان وجد للسحور يعني ره بين وقت ووقت ره داز وقت وانا كان حاول نختصر لكم بالمختصر المفيد هاد الفيديو هادا المهم اهم حاجة يا متتبعاتي الكرام ما تنسوش خليوا لي لايكات ديالكم وتعليقاتكم جميلة لانكم كتشجعوني اكتر اه باش نزيد القدام غدي نبرتاجي معاكم حتى الشكل الجديد ديال المطبخ ديالي والدكور الجديد المهم ولكن اهم حاجة في الاول هو نقلبه على ما نقصيه على ما نوجده كان حيره كل نهار شنون وجده وشنون طيبه انا ما نكتبشي عليكم كان طيب اللي قسم الله وكان حط اللي قسم الله وما كيعجبني شي الواحد اللي كتشرط في الماكلة خصوصا في رمضان كيبقى خصني هادي خصادي خصادي حطا هادي وجد هادي ما كيعجبني نشيف حاله ديالك صراحة الحمد لله وحتى العائلة ديالي في الدار لا الزوج ديالي ولا الام ديالي ما فيناش ديكت الشروط والحاجة اللي شفنا اخذنا ناكلوها لا 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 احنا بارئي من ديك الشي المهم على البنات هنا قررت باش نعمل البيض وماتيشة مع الكفيتة كواورد كاتجيمزي هنا هاد الاوكلة خفيفة ماشي تقيلة ماشي خفيفة مهمة بين وبين المهم قطعت ماتيشة عملت العطرية بطبيعة الحال شوي جديد زويتة بلدية كنفضل زويتة بلدية دائما في الطيب ديالي هنا يا عملت واحدة ثلاثة ديال فصوصة ديال التوم بصراحة البنات شو هاد الحديدة هادي اكتر حاجة شريت هادي التومة وعملية بالله قياس عرفتو كتهبط عليها بطوحدة كتربزو صافي البنات هذا ما كان كيف ما كتشوفو ديجرة كل شي كعرفي طيب هاد الاوكلة ما كان شي شي وحدة ما كتعرفش طيبها غير كنشارك معكم الطريقة ديالي لانا سبحان الله كل واحد والطريقة ديالو كل واحد شنو تعلم من والديه كيفاش يطيب كيفاش يحضر كيفاش يوجد واهم حاجة هو اللده خليت الماتيشة ديالي كتشحر كتقلة دوست شرملت الكفيتة بالعطرية بالربع دياله العطرية ديالي كفتة راحة معروفة صافي ارضيت الماكلة ديالي كطيب الأوكلة المتواضعة ودوست على جانب كنوجد البغرير ديجا كنت طحنتو المقادرة ديجا بارتاجيتو معكم تاهو ما طحنتو وخليتو كيختامر المدة ديال 20 دقيقة بحال هيدك مهم بالكتير صافي البنات دوست كنوجد البغرير ديالي يدهن ويدهن هذه هي المرأة المغربية الحرة أولى العربية ربت البيت يدهن ويدلهه المهمة لبنات كنت كنت تفرج في المسلسل ديالي كينا دوروف كيف ما كنت تشوفو أنا صراحة ما كانش عايش تلفازة في رمضان ما كانت لهاش بعد تلفازة حيث إذا مشيتاش عايش تلفازة في ساعة المغرب يعني في ساعة الفطور أمقى قلسة معها وغنت لها على صلاة ديالي وعلى شغولي ذاك شي علاش كنخلي حتى كنسالي كنت تفرج غير في تليفون وإلا كانش موسلسل عاجبني صافي البنات هنا كيف ما كنت شوفو وجهت البغرر ديالي عمت واحد الكمية زيدة باش نتهنى كان نكونجيليهم في فريقو يعني كده وزوليه واحد المدة كل نهار كنجبدو وبعد المرات كنتصحرو به هيدا في الصحور بعد المرات كنفطرو به وكل نهار ورزقو كيف ما كنقولو وبالمناسبة البنات غنبرتاجي معاكم الشكل الجديد ديال المطبخ مش المطبخ كامل بعض اللمسات اللي ضفتهم على الكوزينة ديالي هاد اليومين وصلتني لواحد لكموند من شيئين ما وصلونيش بزاف ديال الحاجات ولكن كل مرات شنو كيف صلني كومونديت على الرواق ديال الكوزينة الرواق ديال الطيغاس يعني الباب ديجا توصلت به مؤخرا يعني دا باشي شهيورو لكتر صراحة حتن حمقني حمقني البنات لكاليدي ديال واعرة صبنتو شي جوج مرات راكم عارفين مع الغبراء مع العجاج دروري كل مرات كنصبنو خصوصا في الكوزينة وهاد المرات كومونديت على الرواق ديال استراجم البنات ديال استراجم عارفتوش حال مزي ون كي حمق واحد لكاليدي فيها البنات مايمكنش تخيلو خديته في البرومو كان واحد العرض واحد النهار وانا نبالي به 25 درهم اللي واحد خديته يعني 50 درهم تقامو ليا جوج ديال الرواقا الطولة ديالهم كيجي فيهم مترو وعشرين وقيلة اه مترو وعشرين في الطول وفي العرض مترو وخمسين حيث انا را عندي استراجم البنات كبارين في الدار يعني كالقى مشكلة اه انا تفضلت اناني ناخد الرواق اللي يكون قصير راكم عارفين حيث جات حدال لفابو بعد المرات كنكون كنغسل شي حاجة فيها الزعفران او لكنغسل شي حاجة فيها ليدام ضروري ما كيت ترش الماء وضروري ما كيبقع شي شي عطب تقني ذاك شي علش فضلت الرواق ديال استرجم يكون عالي شويش باش ما يتبقاش يتقادى لي مع الله فابو باش ما يتقاش لي بليدة شوفوا هالبنات وردوا علي الخبار بصراحة انا بعدها لكاليدي ديالهم عجبتني وبجوج بهم حبيتهم والله العظيم الى عجبوني الحمد لله يا ربي اه كذلك البنات كيف ما كتشوفوا هنا يا فرش هذا الطبي هادي اه إلا لاحظتوا هنا يا هاد المجورة اه طرفانيين ما فيهمش لي الدين ديالهم المسامر ديالهم البنات طاحوا لي كل مرة كيطيحوا وانا كنخاف الحاجة دجلة يعني ان فاكي بدو يطيحوا المسامر يقدروا ديالهم يمشي ليهم يتلف لي هادو كل يدين دونك زولت هادو كل يدين بجوج بهم بقى غير هاديك الوسطاني بقي صحيح زولتهم بيد ما شريت المسامر اخرين يكونوا صحاحين ولصقهم وصفة البنات كيف ما كتشوفوا لصقت هاديك الادارة كتتبدل بعد المرات كتبقى تشطح بعد المرات كتفيكسة على لون واحد كل مرة وكيفاش كتويلة رطويتة على جوج هادو ديال العطرية لبناتها وما كنفكر نبدلهم ولكن بغيت نبدلهم بشكل ديال الخشب لقيت بزاف ديال الشكالات ولكن ما عجبونيش وخاصة راحة ان هادلوين جاني اسوقتي مع بزاف الحاجة تاني في الكوزينة ولكن كنفكر ان شاء الله بيدني لا نبدلهم الخشب كيجي شويش زايد كيكون راقي صافي هذا مكان البنات عملت ديك الإضاءة فيها شي عشرة ما يطرعوا لبنات اللي شفتو في الفيديو وهنا كيف ما كتشوفو كان هادو أول عشيوة ديالنا ولا الصحيوة مهم عشان معطل صراحة وجد معطل عملت لبيضو ماتيشة مع الكفيتة كيف ما كتشوفو وخبيزات الزراع فريسة هايضا وعملت فلان فلان غي ديال درهم ديال الشينوية صراحة ان كيعجبني حسن هديك فلان لي كيكون غالي زعمة بكل تواضع ماشي زعمة تفخم او لا بروتوكول درهم كيعجبني حسن هديك فلان لي كيكون بعشان درهم او لا بخمسة درهم كيجيل ديال الشينوية معاه كبرنا صراحة لبنات هذا مكان صحي وراء العشيوة متواضع ديالولاد الشعب سبح الله العادي من واحد غير كيقول بسم الله وكيشبع وراه العين لكي تاكل ماشي الكريشة حقا الواحد كيكون فيه الجوع ولكن سبحان الله ربك ينزل واحد البركة غير كتقوله بسم الله كيجيب الله تيسير ايوا يا اختي اجيل عندي قرر بي عندي هنا ينفتح لك الودينات جرعة من الانوتة خاصها تكون حاضرة وبقوة مع سارة الابراهيمي البنات كيف ممعوداكم في النهار شقوا بالليل اللقاء اهل الله والله العادي من لحت انا بحالك وقسموا بالله لحت انا بحالك كنعيا والطياب والدار والوليدة ترا كنت طح طح ولكن والله القسم جوج حاجات لك يريحوني فهذا الدنيا الصلاة والعبادة اول حاجة وتاني حاجة هي من اللي كندوش وكنت هلا فراسي واحد الراحة نفسية لا تعقل اديوها من عندي طابعة لبنت والله العادي من لطابع سواء نهر اه نهر لا سواء دائما خصوصا دا برمدان را كنت سخصخ داك شي عليش ضروري كندوش باش كنرتاح باش كنرد نفسية ديالي لصها وصافي هادا ما كان بارتاجيت معاكم لي بخود ويلي كان استعمل اه بالنسبة لهاديك الكريم ديال لوكوغ ديال كوك اه دا جا بارتاجيت معاكم مزيون ما بيش يعني بدأتلي سقصوني عليه في واحد لا فيديو اه مؤخرا ما مزيون ولكن مشي شي حاجة اللي واو عادي جدا بو مرة كنستعمل وغير باش ممضيعش فيها وصافي صافي هادا ما كان البنات بوسة كبيرة لكم كن احبق عليكم كان هادا ولا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تشبعوني لايكات وتعليقاتكم جميلة اذا كنتوا جداد في القناة اول مرة غتشوفوا الفيديو بغيت نقول لكم مرحبا بكم معايا تابونوا وان شاء الله يربي بإذن الله جايكم فيديوهات جديدة ممتعة مزيونة كنوا في الموعد بوسة كبيرة لكم مرة اخرى كان احمق عليكم واللي عنقول لكم دبا وهو السلام عليكم